أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن شخصية تميزت في عصرها بمزايا كثيرة ورحلت عنا قبل عقود قليلة هذه الشخصية تمكنت أن تترك آثارا كبيرة أصبحت مراجعة ومصادر مهمة لكل الباحثين في مجال التراث الشعبي وفي مجالات أدبية كثيرة ذلك هو الشيخ علي الخاقاني الرجل العصامي الذي تمكن من أن يمسك بزمام الأدب لا سيما الأدب الشعبي الذي قل من اهتم به في عصره كان الناس ينشدون الشعر الشعبي طبعا لكنهم لم يكنوا يسجلونه فضاع معظمه في مطاوي النسيان كانت ثمة أشعار جديرة بالتسجيل لكنها لم تجد من يسجلها أو أن يهتم بها فقيد الله علي الخاقاني ليسجل كل ما وصلت إليه يده من آثار أدبية مهمة وأن يقيدها وأن ينشرها أنا أشبهه بفيلسوف ألمانيا في بدايات القرن التاسع عشر هردر منشئ كلمة فولكلور أدب الشعب هردر هذا كان أول من التفت إلى أغاني الفلاحين الألمان وهي أغاني لم تكن تجد من يسجلها كان الناس يعني يهتمون بالآداب العالية أما أدب الفلاحين ما كان هؤلاء الصفوة تهتم به لكنه جمع عشرة مجلدات من أغاني الفلاحين الألمان فإذا بها المصدر الأساس لدراسة الأدب الشعبي الألماني ومصدر مهم لمعارفة شتى وغيرت حقيقة من الوعي هذه المجلدات التي جمعها هردر أنا أشبه علي الخاقاني بهردر العراق أو ربما هو من القلائل على المستوى العربي أيضا الذي اهتم بهذا الجانب علي الخاقاني ابن مدينة النجف وجده الأكبر كان علامة كبيرة علي الخاقاني أيضا الذي ألف كتاب الرجال وهو في تراجم رجال الحديد وكان من حسن التقدير أنه نشأ في بيت علم يعني يأتي إليه الزائرون والقاصدون إلى مدينة النجف يتناقشون ويتباحثون وأكثرهم كانوا يتباحثون في شؤون الشعر والأدب يتناشدون الشعر ويتطاردون فيه إلى غير ذلك عاش وهو صغير في بيئة أدبية درس يعني تعلم في الكتاتيب كغيره من الطلب آنذاك ثم واصل طريق العلم للدراسة على أساتذة العلم في مدينة النجف الزاخرة بالعلماء آنذاك يعني ممن درس عليهم الشيخ عبد الكريم الجزائري درس على لا نذكر القائمة طويلة لكن نقول باختصار أنه لم يترك عالما إلا وقصده أو أديما إلا واستمع شيئا من شعره وربما قيد ما سمعه فنشأ جامعا بين العلم وبين الأدب بين رصالة المنهج العلمي وبين رقة الإحساس الأدبي والشعر منه بالذات برج اهتمامه بالتراث مبكرا إلى حد أنه طبعا في ذلك الوقت لم تكن هناك أجهزة استنساخ كان استنساخه بيده كان يستنسخ الكتب حتى بلغ في سنة واحدة استنسخ بيده ثلاثين كتابا كبيرا يعني يستغرب الإنسان حقيقة كيف استطاعه كيف ما امتلك هذا الرجل هذا الشاب الصغير هذا الصبر لكي يجلس في الأرض في أي مكان لينسه كتابا ضخما بخط جميل كان يتمتع بخط فائق الجودة نسخ العديد من الكتب طبعا بلغ عدد ما نسخه في حياته نحو من ثلاثمائة كتاب هو وحده كان دار نشر استنسخ العديد من الكتب وكانت هذه الكتب نواة مكتبته ثم طفق يقتني الكتب من كل مكان تعينه على ذلك من تتصورون أمه كانت أمه سيدة مثقفة شعرت بمواهب ولدها وأرادت أن تشجعه وبالتالي كانت تموله في شراء الكتب كان الولد شاب يعني كانت هي تدفع له تنفق على ما يشتريه من كتب ومن مخطوطات بل أنها ساعدته ومولت مشروعه الأول في نشر أول الكتب كان شابا يعني سبعة عشر سنة أو يزيد فهي مولت منشوراته الأولى انظر إلى هذه الأم الواعية في ذلك الوقت في ذلك العصر يعني هو ولد في عام 1901 يعني تخيل هذه السيدة في ذلك الوقت المبكر احتضنت مواهب ولدها لم تكتفي بتمويل مكتبته وإنما شجعته وأنفقت على ما بدأ ينشره هو من كتب وكان أول كتاب نشره هو إنقاذ البشر في القضاء والقدر موضوع استهواه قالت لا خلاص أطبعه على نفقته وأول كتاب يعني انصرف إليه بكليته بدأ بتأليفه هو كتاب ثمرة العارفين في العلماء الربانيين وكان يمثل هذا الكتاب اهتمامه الأول بتراجم العلماء وهو الموضوع الذي شغله في معظم حياته وكتب فيه مجلدات كثيرة لكنه ركز على تراجم الأدباء وليس العلماء فحسب تأتينا يعني قائمة كبيرا من مؤلفاته وهو في سن الشباب هذا الرجل لم يهتم بأي شيء سوى بالكتاب عبارة عن آلة استنساخ وعقل واعي وقدرة على النشر وعلى الانتقاء الأدبي الدقيق يعني هو ناقد أدبي من المستوى الرفيع ثم صاحب مكتبة شهيرة في بغداد طلت تقدم خدماتها للمثقفين وأصبحت منتدى للشعراء الشعبيين لعدد من العقود هي مكتبة دار البيان اهتم علي الخاقاني كما قلنا بالشعر الشعبي فكنت تجده يتنقل من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة يتصيد الشعر الشعبي من هذا وذاك ويسجله حتى اجتمعت عنده مجموعات ضخمة من هذا الشعر فضلا عن الشعر الفصيح وكانت من أهم مؤلفاته كتابه شعراء الحلة جمع شعراء جمع يعني تراجم ونتاجات عدد كبير من شعراء هذه المدينة ذات التراث العريق في مجال الأدب والشعر في كتاب يقع في أجزاء عديدة في أجزاء عديدة ولقي هذا الكتاب قبولا من قبل القراء والمهتمين بالأدب ليس في العراق وحده وإنما حتى في أوساط العربية وأوساط المستشرقين ثم مضى فألف موسوعة أخرى في شعراء النجف رغم أنه كان هناك كتب قد سبقته في الترجمة لشعراء النجف لكن ما أتى به كان كعصى موسى يعني وعى في كتابه هذا كل ما غفل عنه المؤلفون وجماعوا الشعر السابقون شعراء الغري موسوعة قائمة بذاتها لا تقل ربما تزيد أو تضاهي موسوعة شعراء الحلة كان الرجل حينما ينصرف إلى كتاب لا يكتفي بأن يحيط به بمجلد أو مجلدين يكتب عشرة مجلدات وكأنه يكتب كتابا واحدا صبر حقيقة هذا يعني يعرفه المؤلفون يحتاج إلى صبر يعني كبير أن يؤلف هذا العدد من المجلدات وحقيقة بذل من الجهد والمال الشيء الكثير في تقصي هذا الشعر يعني لم يكن يكتفي بنماذج يأتي بها كما يفعل دارس الأدب كان يريد أن يحيط بكل ما قام بهذا الرجل من نتاج أدبي وقد حقق بغيته في تراجم الكثير ممن جمع أشعارهم أيضا من المجالات التي يعني عني بها هو المخطوطات أحب المخطوطات حبا جما حتى أنه قام بفهرسة مكتبات خزائن لم يكن أحد يعرف ما فيها من الكتب لو لاه لما عرفنا ما كان موجودا في مكتبة مثلا محمد حسين كاشف في القطار في النجف أو في المكتبة العباسية في البصرة مكتبات كثيرة كان يفترش الأرض وينزل مخطوطة بعد أخرى ويفهرسها فهرسة علمية تغني القارع عن أن يذهب إلى هذا المخطوط إلا أن يرجع إليه ليعرفه بقيمة هذا المخطوط ووصفه وإلى غير ذلك في المكتبة العباسية مكتبة آل باشعيان الشهيرة في البصرة لا أدري كيف استطاع أن يقنع القائمين على هذه المكتبة أن يفهرس خزانتهم في جزئين نشرهما المجمع العلم العراقي وجاءت فهرسته في غاية الإتقان والإحاطة فهرس كتبا عديدة ومكتبات قائمة بذاتها هذا مع استمراره في تقص الشعر والأدب وغير ذلك مما ذكرنا هذا خط آخر فجمع موسوعة تقع في كذا مجلد في مجلدات عديدة أذكر أنه أخبرني مرة أن تبلغ عشرة مجلدات تضم فهارس مخطوطات وخزائن لم يفهرسها أحد من قبل وفهرسة المخطوط كما يعرف العالمون في هذا المجال تقتضي معرفة بالتراث العام بالتراث عامة يعني يعرف أن هذا المخطوط هو لفلان وهذا في العلم الفلاني وهذا شارحه فلان يعني نمت فهرسته عن ثقافة تراثية غنية ومستوعبة تماما كانت له علاقاته مع متقفي عصره نعم كان مقصدا لكل الشعراء وبالذات الشعراء الشعبين خاصة في منطقة الفرات الأوسط حينما افتتح مكتبته في شارع المتنبي دار البيان كنت أجد مجلسه مكتظ بالشيوخ يعني بالذين يقتدون الملابس الفرات الأوسط وبهذا الزين محبب يعني أعرف أنهم يقصدونه لأغراض أدبية ربما لا يقتنون شيئا من مكتبته ولكنهم كانوا يتناشدون هذا الشعر الشعبي كان يمتلك إذن صافية تماما في أن تدرك قيمة ما يسمع ويسجله وبالتالي اجتمعت عنده مجلدات عديدة من الشعر الشعبي نشر بعضها في آتاره وكثير من هذا الشعر لم يقيد له أن ينشره لكنه موجود ربطت الصلاة الأدبية بينه وبين أدباء عصره من العربي أيضا كانت له مراسلاته مع الأدباء في مصر في الشام وعلاقاته أيضا مع المجامع العلمية في تلك البلاد في المجمع اللغة العربية في القاهرة ومجمع العلم العربي في الشام والمجمع العلم العراقي بعد تأسيسه في أربعينات في 47 من كرن الماضي ونشر في مجلات هذه المجامع وفي غيرها آثارا مهمة من تراث العراق أصبحت أبوابا لدراسات لاحقة كنت أجد ويجد من يزوره في مكتبته عددا إضافة إلى الشعراء الذين كانوا يتكأون عليه يعني لو رأيتهم استغربت هذا العدد الذي يحف به دائما والأحاديث الممتعة والأشعار البديعة التي كانت تنشج في هذا المكان الضيق مكتبة وهو دار البيان لكن إضافة إليهم كنت تجد شبانا يجلسون إلى جانبه خاصة حينما يقل عدد الزائرين للمكتبة طلاب علم طلاب دراسات عليا خاصة بعد أن افتتحت يعني الدراسات العليا في جامعة بغداد أو في الجامعات العربية الأخرى كان أولئك النفر من الشباب الطامح لنيل العلم كانوا يقصدونه ولم يكن يبخل على أحد منهم بكتاب وربما أعطاهم الكتاب مجانا يعني لا يعير الكتاب إليهم لكن كان يعطيهم الكتاب طالما أن كان ذلك بمستطاعه وأذكر أني استعرت منه الكتاب قال هو لك يعني كان لم يكن طالب ربح يعني حينما يجد شابا طموحا يعطيه الكتاب على سبيل التشجيع كان يشجعهم وكان يعني يمنحهم من وقته ما كنت أستغربه كيف يجد هذا الإنسان من الصبر بعد كل هذه الحياة الحافلة بالمنجزات أن يجد وقتا وصبرا مع أولئك الفتيان الذين يبدؤون حياتهم الأدبية في كتابة أطاريح ورسائل حتى أصبح مصدرا لكل من يكتب في مثل هذه المجالات بلغ من حبه للتراث الأدب أنه لم يكتفي بكل ما فعل وإنما أصدر مجلة اشتهرت وهي مجلة البيان وسمى مكتبته مكتب الدار البيان نسبة إلى هذه المجلة المجلة أصبحت من أروع المجلات الأدبية في مدينة النجف وكان يكتب فيها كبار الكتاب كبار الكتاب والشعراء والأدباء أصبحت مصدرا من مصادر الثقافة في العراق في تلك الحقبة ثم أنه حقق مجموعة من المخطوطات يعني ذهب باتجاه تحقيق المخطوطات نشر ديوان صالح التميمي نشر عدد من الدواوين التي لم نكن نعرف أين توجد نسخها بحث عن نسخها وحققها وأخرجها إلى الناس لو لا علي الخاقاني لكان جانب كبير من تراث العراق قد اندثر قد ضاع النسي لكنه حفظه من خلال نشاطه الدائب وحرصه الشديد على التسجيل وعلى النشر وعلى الحفظ وكل ذلك حقيقة بوأه مكانة كبيرة في أوساط العلم والعلماء حتى عد علما كبيرا يشار إليه من قبل الباحثين والدارسين ومن قبل المثقفين بشكل عام يعني لا يبقى لنا في ختام هذا الحديث إلا أن نستنزل الرحمات على روح هذا العراقي النابه المخلص للعلم المحب لتراث شعبه حينما قلت أنه يشبه هردر عند الألمان نعم هو هردر العراق بملء الفم نقولها بملء الفم سجل بالتأكيد أكثر مما سجله هردر في مجلداته العشرة سجل عشرات المجلدات بعضها نشر وكثير منها لم ينشر ونتمنى أن تسمح الظروف في نشر ما أو دعه في دفاتره وفي مخطوطاته و إلى حديث آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر